أنا في البلاطو سيدة سعيدة حامد خوجة وهي صانعة حلويات تقليدية صباح الخير وعيدك مبارك كل عام وأنت بخير صباح الخير الأخت سميرة عيد مبارك سعيد لكم والعائلة التاعي وكل الجزيريين ونشكركم على الدعوة هذه في مثل هذا اليوم السعيد أكيد نشكرك لأنه اخترت أن تكوني معنا في هذا الوقت الجميل على البيت الدعوة شكرا جزيلا لك والله حقيقة نشكرك شكرا شكرا إذن أنت تعرفين في الحلويات أكثر مني سميرة نعم ربما سيدتي الكريم عن صناعات الحلويات التقليدية يعني ربات البيوت اليوم أصبحنا يبدعنا في مشاريعهن الخاصة يعني حدثينا عن تجربتك مع الحلويات التقليدية تجربتي أنا كانت تجربة يعني تجربة عفوية ما كنتش ناوية قاعدة ندير الحلويات هدو ودخلت يعني في الميدان هادت على الحلويات ولقيت أنه مجال مليح بزاف وعملت شراكة مع الأخت أم لامار السورية في هذا شكلنا توأمة بيني وبينها ولعمل الحلويات التقليدية السورية والحلويات التقليدية الجزائرية جميل جدا إذن عملت كوكتيل حلوية طيب هل نشاطكم في الحلويات موسمي فقط الأعراس والأعياد والمناسبات أم لا كل السنة؟ أعفلنا ربما أن أسعار المواد الاستهلاكية زادت والقدرة الشرائية انخفضت هذا أثر عليكم وخلالكم ربما فقط تنشطوا في المناسبات أم على طول السنة؟ هي حقيقة تغلب الطلبات في المناسبات يعني الأعياد والأفراح والمناسبات لكن يعني في ساير الأيام تكون عمل ويكون شغل لكن ليست مثل أيام هذه مثل العيد والمناسبات طيب أنت بدأت صناعة الحلويات منذ كم؟ منذ أكثر من سنتين سنتين خلينا نتحدث قبل سنتين والآن هل زادت تكلفة صحة ولا مجرد كلام فقط؟ بين السنة الماضية والسنة هذه زادت الأسعار وش اللي خلاها زادت بالتحديد؟ المكسرات ولا الزيت ولا الفرينة ولا راشة المكسرات والزيت المفقود ليست فقط زيادة أسامة هناك أيضا الندرة ندرة بعض المواد الأساسية مثل الدقيق نعم الدقيق والزيت الأبيض والزيت يعني في نقص كتير هذا الأمر خلاكم ربما تواجه يعني خلينا شوية يعني نزيدوا في الأسعار ويعني نخافوا شوية أنت يا ربما سيدة سعيدة كنت مريت معنا في تقرير منذ أربعة أيام وكانت فيها السنيوة تعلق لاوة حكذا جميلة ومزوقة الملفت في النظر أنه السنيوة دي المليون سنتيم نعم البعض استهجن والبعض استغرب والبعض ندد أنت وش رايك يعني صح؟ أكيد أنه لازم نوضح للاستاذ المشاهدين يعني نوضح لهم أنه سنيوة هذه تعلق المليون وأكتر هي سنيوة فيها أكتر من تسعين حبة يعني على جل هذا الشيء صح دي المليون يعني؟ صح؟ 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 كنت تحسبها الحبة الواحدة بمئة وخمسين دينار يعني تكون مليون وأكتر وإذا كانت ممزوجة يعني بين اللوز والجوز يجي أكتر شوي لكن سيدتي الكريمة يعني ربما نفس الصينية سعرها مقارنة بالسنة الماضية شحل كان؟ بينها وبين السنة الماضية ممكن كانت يعني أقل أقل شوي أقل بكتير نعم هل الطلب تراجع مثلاً اللي كان يشري في السنة الماضية مئة حبة سنة صار يشري خمسين حبة ستين حبة؟ يعني هما يشريوا مئة حبة يكرموا أحبابهم يكرموا عائلاتهم لكن السنة هذه نشوفوا أن المواطن يعني نقص مثلاً عوض اللوز يقول لك ديري لي الكوكاو يعني يحوسوا على حجة مليحة ورخيصة صحيح صحيح إن شاء الله يعني تكون عندنا متواجدة هاد الأمور بس نوضح للسادة المشاهدين أنهم يعني ممكن ممكن ما فهمونيش مليح لا لا هو منطق السعر إذا ما شفنا المواد المستخدمة اللوز والجوز السميلة هي غالية هذا الأمر أكيد 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 جزائري نعم عاصمي نشوفوه ما ليش سيدة سعيدة أكيد تفضل هذا مقروط جزائري خالص يعني خالص ما نشوفوش في دولة أخرى مثلاً لا تلقاش في دولة أخرى يعني في الكثير من الأمور يقول لك يا ودي هذه مش جزائرية ويعني تنسب إلى دول لا لا جزائرية أخرى هذا المقروط وأنتم عندكم مشروع قات ولا مار هكذا نعم مشروع سوري جزائري نعم جميل جداً هذا المقروط مقلي في الزيت في الأفلفور في الزيت لأنه شفنا بعض الوصفات تراعي هذا المدنة في بعض المواد نعم نعم في الزيت وناجح يعني على حساب ما رأك تشوف نعم تسمحوا لي أن نذوق سيدة سعيدة تفضل تفضل الصحة والراحة لكن سيدتي من المعروف أن المقروط الجزائري يعني خدمه بتمر يعني بالغرس بالغرس أكيد كان بالغرس وكان باللوز الواحد وش يفضل والله جميل جداً هذا الحلويات الجزائرية يعني شيء جميل يعني وعندك هنا كأن هنا تشارك كأن هنا تشارك هذا مش تشارك تشارك شعنة هذا هذا تشارك وفقط لأنه فيه تشارك عريان تشارك العريان هذا نعم هذا هو نعم هذا هو عندي خايف طيس وبهما وصمك أحد ضبطاً تشارك فأنا أدعو الزميلة يعني نهديها هذه الحلويات شكراً ففيها ربما مختلف الحلويات هي جزائرية في العدل نعم ومن طرف سيدة سميرة عندك الحلويات السورية وين الحلاوية السورية؟ الغريبة السورية الغريبة السورية نعم من صنع السيدة أم لامار يعني هي مثل الغريبية الجزائرية نفسها لكن تتغير شوية يعني في الشكل أم لا في المكونات؟ في الشكل تتغير في المكونات تغير شوي عندهم هذيك اللمسة تحمهم خاصة بهم ومن طرف هذا عندك المعمول معمول جوز حدث معمول بالطمر ومعمول بالفسطق سامير أنا أتركلك الأسئلة وأنت أتركيلي صحتك أسامة أتذوق كلنا أمرك أسامة وش رايك في ما زال ما ذوقتش يا ودي ما زال ما كملت واصل للأسئلة وبعدين تحدث هل جميل جداً ما شاء الله عليكم حقيقةً يعني فمش عارف إذا يعني غابت لي الأسئلة وأنا أتذوق هذه الحلويات هل الأسعار ربما في المتناول والله هي في المتناول نأخي نأكل من بعد قولي خلصنا تفضل تفضل شكراً جزيلا الأسعار في المتناول في المتناول نعم وما زال إقبال نفسه ما زال الناس تجي في العيد تشري وتحظى يعني آخر إقبال كان البارح بعد الفاتور نصدقني يعني كان إقبال كبير هاد السنة نعم كان إقبال كبير هاد السنة المواطنية نعم كان إقبال كثير خصوصاً على البقلاوة السورية السورية نعم فقط دعيني أسألك سيدتي الكريمة يعني خلال السنتين سنتين اللي كان فيهم كورونا يعني الصناعة والتجارة أونلاين يعني انتعشت كثير ربما كان عندكم ليكوموند أكثر أكثر حاجة في المواقع نعم في المواقع التواصل الاجتماعي نعم يعني وش رأيك بين يعني تعامل عبر المواقع مواقع التواصل الاجتماعي أو في المحل يعني وين فيه أكثر أنا أحب التواصل الاجتماعي صراحة أنه سهل المأمولية نعم سهل طيب سيدة سميرة هل في توجه نحو الحلويات الشرقية بما أنه أنت عامل شراكة اسمها لامار هكذا أم لامار أم لامار هل في توجه نحو شراكة يا ربي مستقبلا؟ كيف شراكة؟ شراكة يعني تتحضروا حلويات جزائرية وفي نفس الوقت سورية وشامية هل فيه إقبال على الحلويات الشمية؟ فيه إقبال على الحلويات الشمية نعم فيه إقبال كثير طيب الآن وهذا أمر عادي فيه دائما سراع ما بين الحاضر والمستقبل كان فيه حلويات تقليدية لا تخلو منها موائد الجزائريين واليوم أصبحنا نشوفوا حلويات جديدة ما كناش نشوفوها في السابق في رأيك الإقبال على العصري ولا تقليدي؟ أنا أفضل التقليدي أي تقليدي فهو سلطان التقليدي يعني نفضله بزيف ونحب نحكم فيه يعني نحب نحب الإنسان يعني يحكم في التقليدي هذا ويواصل فيه ما كاش أحلى من التقليدي يعني عندك هنا يا الأطباقة التقليدية جزائرية محضة نعم ما نقدروش نستغنى وعليه لكن المواطنين يعني يجوا يشيروا التقليدي ولا أكثر ما يختاروا يعني؟ تقليدي يعني تقليدي أكثر حاجة تقليدي نعم نعم خصوصا في المناسبات الأعراس وهذا يعني فضل التقليدي نعم فضل التقليدي وماذا عن العصري؟ هل فيه أنواع جديدة شوفوها في الطاولات مثلا؟ أكيد فيه يعني طلبونا الأشياء يعني الحلويات العصرية صحيح طيب بالنسبة للاستثماركم أنتم في الحلويات سيدة سعيدة هل فيه دورات تكوينية للنساء الجزائريات في إعداد هذه الحلويات؟ والله نسبقه أو حتى فيه مشروع مستقبل نسبقه وقلتنا على الموضوع هذا أنه إن شاء الله يعني نستقبل بنات اللي يعني نكونوهم وهذا بس في المستقبل مش يدرك نعم ليس الآن طيب أنا عندي ربما ملاحظة أنه في كثرة هذه المواقع وكثرة هذه الصفحات اللي تبيع الحلويات وشالك أنت فيها الظاهرة إيجابية أم سلبية؟ أنا نقول إذا استعملناها إيجابيا تكون إيجابية يعني إذا استعملناها في الجانب الإيجابي تكون إيجابية صحيح يعني مثلا إنسان يكون عنده مصدقية ويكون عنده نعم يعني نفس الشيء الإنسان يدخل عندك الزابون في المحل صحيح يشوف ويراقب وهذا بس في تواصل الاجتماعي تبعت له صورة هو رو يشوف في صورة يعني لازم الصورة هذه نفسها تكون على الواقع كي يجي يدي طلبية تاعه تكون يعني نفسها مطابقة نعم مطابقة للصورة هذا يعني شوية بركة اللي فيه المشكل هذا طيب سيدة سعيدة أنت وردتنا هذه قلتي للغريبة الغريبة اللي هي الغريبية عنها الغريبية نعم نعم الاختلاف أنه هذه ما فيهاش القرفة نعم ما فيهاش القرفة طيب ماذا عن هذا؟ هذا المعمول هذا المعمول؟ نعم هذا معمول جزائري أم سوري؟ معمول سوري سوري نعم واللي حذا؟ اللي بجنبه؟ ونفس الشي معمول بالفستق واللي بجنب السيدة ساميرا معمول بالتمر تمر نعم نعم عندما تقولي الفستق أن نروح للتكلفة دائماً رجال يهتموا بتكلفة المادية والله صدقني الأسعار جدوا باريضة المرأة عليها أن تبدع في المطبخ والرجل عليه أن يوفر أن يوفر هي المرأة اللي توفر للرجل مش توفر؟ توفر يعني تشحله كما نقوله ولكن حتى يجيب لها الرجل يجيب لها الفارينة واللوز والفستق ويدراشان يعني الأسف الشديد صح طيب سيدة سعيدة أو المخرج قل ليهم عن لأخرياتك غير الحواشي بارك صح بقي قلب لأخريات مدهن الديافي طيب طيب سيدة سعيدة هل المقروط يعني شحل يستقام للحبة مثلا؟ مثلا هذا باللوز يكون 90 دينار الحبة الواحدة نعم يعني الحواشي وما يترميش 90 دينار جميل جدا جميل جدا والله يعني مش عارف هذه الطاولة لو كنا عمرناها بالحلويات التقليدية لكان ما كفتناش ما هي الأنواع التي يكثر عليها طلب سيدة سعيدة اللي يكثر عليها طلب المقروط هذا وعندك تشارك عندك الزيريات البقلاوة أيضا البقلاوة كمان نعم جميل جدا طيب وأنت خبيرة في الحلويات سيدة سميرة سعيدة عفوا سميرة سعيدة معلش سيدة سعيدة المدة سلاحية الحلويات نحن عارفين أن الجزائريين والجزائريات خاصة يحضروا كميات كبيرة وممكن تفسد ممكن يعني ما يعرفوش كيفاش يحفظوها في الثلاجة وشي النصائحك اللي يهم في هذا الصدر أنا ضد فكرة تحطي اللي قطو في الكونجيلاتور نحب يعني نعطي لها صلاحية أسبوع أسبوع ماكسيموم حلويات مثل هذه تحطها في الكونجيلاتور وتعود الكونجيلاتور كلها صحيح لا أظن لا أظن تكون نفس الطعم طعم الأول يروح هذا يشجع على توزيع الحلويات وعادة باحتكارها للضيوف نعم أسبوع يعني آخر أجل نعم جميل طيب تفضلي تفضلي سميرة نعم سميرة أيضا سيدتي رغم ارتفاع الأسعار يعني المرأة الجزائرية ما تقدرش تجوز العيد من غير حلويات نعم يعني هذا العام نساء توجهه للحلويات البسيطة اللي تعتمد على المقادير البسيطة يعني هي أصبحت البديل المتاح للأسر يعني هي بديل حلويات هذه القلوة الرفيعة يعني الحلويات مثل حلويات سونية يعني لغاتوسك لغاتوسك آه نعم تقصدين لغاتوسك نعم لغاتوسك يعني اللي فيهم مقادير بسيطة بسيطة نعم نعم ممكن يعني كل بيت وكل سيدة على حسب المقدور التاحة ممكن حتى لغاتوسك يعني هاتسنا توجه الكثير من الناسات توجهوا عبر لهذه الحلويات يعني نعم توجهوا لها كتير توجهوا لها كتير مثل الكروكي مثل المعيشة يعني المواد اللي كنا نهضر ليهم درك نعم يعني نقص نقص كبير تتصوري أنه الزيت ما كانش والفرينا ما كانش واللوز زاد الفستق أربعة ألف دينار للكيلو غرام واحد نعم يعني احتل كوكاور تفع سعره صحيح نعم 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 طيب سيدة سعيدة خليك معنا سنواصل هذا الحوار الشيق وسنواصل تذوق هذه تفضل الحلويات أعتقد ستجهز الزميلة هاجر بوعلي بعد اللحظات باش نعيشوا أجواء الاحتفال بالعيد مع إحدى الأسر الجزائرية هل الزميلة جاهزة لكل أعوان الأسلاك الأمنية المتواجدين على رأس مهامهم في مختلف أرجاء الوطن والهدف هو حماية أمن واستقرار هذا الوطن عيد سعيد للجميع نعم عيد سعيد إذن للجميع أسما ربما نعود لمواصلة النقاش مع سيدة سعيدة نعم سيدتي كنت أشرت إلى نقطة جد مهمة وهو استعمال في الحلويات الشرقية ربما استعمال السكر بكمية أقل من الحلويات اللي عندنا إحنا صحيح نسبة السكر فيها نقصة شوية يعني بالنسبة للحلويات تعنا نعم صحية هذه الأمر شوية نعم طيب هل في حلويات صحية والناس اللي عندها ريجيم والناس اللي عندها سكر نعم مفيش مفيش يعني ناس مظلومة يعني الفئة هذه راي مظلومة شوية حتى ناس اللي عندها حساسية ويكلوا الكلوتين نعم مفيش حلويات خاصة بهم أنا بوصفاتها التقليدية نعم سكر سكر نتمنى أن تشوفوا لهم حل سيدة سعيدة إن شاء الله ممكن في المستقبل إن شاء الله نعم على فكرة فيها بعض المبادرات من هذا النوع في حلويات يعني ليخدموا هذا هي جنرال مو هي حلويات استناعية استناعية نعم 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 طيب سيدة سعيدة هل فيه طلبات على حلوياتكم من ولايات أخرى أم من العاصمة فقط وهران مثلا اه وهران بلايات وهران نعم فيه إقبال كبير على هذه الحلويات ما هو الاختلاف ما بين الحلويات في الغرب وفي الشرق وفي العاصمة هل فيه اختلاف؟ فيه اختلاف سواء من حيث التحذير أو الاستهلاك فيه اختلاف بالنسبة للحلويات هي حلوية تقليدية نعم على بارك إحنا الجزائر تعنا كبيرة بزاف وفيها يعني كل منطقة تختلف كل منطقة تختلف بال عددها وتقاليدها لكن من اسمه الوهران نفس الشيء نفس الشيء ما فيه اختلاف كبير نعم جميل جدا جميل جدا طيب سامينة انتي وش حضرت حلويات هذا السنة؟ هذا السنة غير درت درت لي غيوس درت شارك العريان ما شاء الله هناك ايضا سابلي ومقروض اللوز يعني ما تبقينا ولا حبة معاك يعني في الصعب وساما يحقيك كلا واسبة ولا يعني يا سيدي مجرد صورة يا سيدي معلش جميل جدا نهنع كل الأمهات الجزائريات أكيد نعم الخدمة على رمضان تاعب والخدمة على العيد تاعب أكثر نعم نعم احنا كنا قدرنا تقرير على حق الملح نعم وش رايك في هذه العادة سيدة سعيدة؟ منادي عادة يعني جميلة جدا خصوصا المرأة تفرح بيها ويعني ت تثمن هذا الشيء نعم يعني حتى التعب بدك تعال شهر كامل يروح يعني بمجرد انه الزوج تحها يتفكرها ويعني يهتم بالجانب هذا هذا شيء جميل بالنسبة للبادارات يعني المرأة الجزائرية خاصة أنها تفرح بأبسط الأشياء نعم نعم قنوعة نعم تفرح يعني بأبسط الأمور حتى بكل محلوة تقلع وساما اليوم سبحكيني ساما سبحكيني دفع حقوق الرجال بثم من هذه التضحيات التي قامت بها النساء الجزائريات نعم خلال هذا العيد مع تمنياتنا لكن بعيد فضل مبارك ودواما للصحة ودواما العافية لأمهاتنا وأخواتنا ولزاملاتنا هنا في العمل نعم ولكل النساء الجزائريات يعني وكذلك أعتقد نصل وإياكم مشاهدي الكرام إلى ختم هذا اللقاء الذي جمعنا بسيدة سعيدة حامد خوجة وهي صانعة حلوة تقليدية نشكرك جزيل الشكر وربما خللك فرصة تتوجه بأتهنئة لأفراد عائلتك أو أقريبا شكرا شكرا لأخو ساما نشكرك على الاستضافة هذه وعام سعيد كل عام أنتم بخير والجزائر كلها بخير والجزائريين بخير والأمة الإسلامية جمعها هي بخير ووجه تحياتي لأمي العزيزة كل عام هي بخير بصحتها إن شاء الله وعافيتها ووجه كذلك سلام حار لكل عائلتي كبير منهم وصغير والأخواتي وأولاد أخواتي وأخواتي كمان نعم وكل أحباب وكل أصحاب جميل جدا وحتحنا نتوجه بأتهاني تهاني العيد لأسراتكم نشكرك جزيل شكرا لحضورك معنا سيدة سعيدة شكرا شكرا الأخو ساما شكرا الأخت ساميرا شكرا لك سيدتي الكريمة وعيدك المباركة شكرا إن شاء الله نعم أساما ربما نعود لمواصلة هذا الموعد الإخباري اشتركوا في القناة